بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بنا نحكي عن الـ Global Value هذه المحاضرة قمية وخمس وعشرين من دورتنا محاضرة اليوم جدا مهمة ركز فيها كثير أنه ستساعدك في حل جميع المشاكل ستواجهك في تنسيق الصفحة أكيد انتبهت خلال الكورس كنت تعمل تنسيقات ما تشترين معك صح؟ وما تعرف كيف تنسق وستخدم Not Important محاضرة اليوم ستعلمك كل شيء متعلق في الوراثة والإنيشيا والإنيسيت والريفيرت ستعلمك كل شيء هذه الخواص ستفهمك كيف الحياة ماشية لنا في CSS فمحاضرة جدا مهمة ركز لي فيها رح نبلش فيهم واحدة واحدة أول إيشيا رح نبلش بالإنهيرات إنهيرات أنا لم تكيها سابقا وهي الوراثة فعلى سبيل المثال أنا عندي هسا هنا في الصفحة في عندي بادي داخل بادي في عندي ديف داخل الديف في عندي H1 داخل H1 في عندي Infisive وفي عندي داخل الديف في عندي أيضا Navigation في البادي أعطيت فونت color هاشتاج 63 الفكرة ثلاثة إنه هابا اللون رح يتورث للأطفال فانتبهت هنا إنه الديف اتورث لكن في الـ H1 أنا غيرت الـ color جاينا هسا على Infisive الـ Infisive هي شو فكرتها انتبهت هنا هي الإتلة كنت تعرفها اتورثت من الـ H1 لأنه هي بداخل الـ H1 فطلع هنا عندك الـ color 2F40 الـ Navigation أبوها الديف وأنه H1 هو أبوها هنا كمان في رسمة توضحية وهو الـ Image وهي فكرة الأطفال وأتوقع أنه شرحتها بالتدرج خلال الكورس فالموضوع ليس صعبا تعال نطبق هذا الحكي مع بعض أنشأت لك فولدر جديد 125 global value index و style خلني أسكر لك يوم في الـ index رحاجع الـ body رحكيره هنا اللي هي الـ Inherent بـ communication لتكفرها هاكون في عندي section و داخل الـ section هبعطي class هبعطي class رح يكون اسمه box 1 داخل الـ section رح يكون في عندي H2 رحكيره هنا الـ Inherent و بداخل H2 رح يكون في عندي paragraph CSS بروبق تمام نجي على state universe selector أول شي تحكيله انه الـ padding 0 margin 0 بعدها رح نجي على اللي هو الـ box رح نحكيله عندك class اسمه box 1 الـ color يكون red والـ border ما نحكيله هنا واحد بيكسل سمقته solid و دعنا نحكي blue سي ما اشتغل التنصيق والسبب انه انا في الـ index مش عامل الـ link CSS يس هيشتغل هكذا في عندك حسه هنا اللي هو الـ border شايف الـ paragraph ما نحكيله في الـ box الاسمه box وان بداخل في الـ paragraph هاي الـ paragraph بدعطيها border وحكيله وراثة inherent هاي انشيال هاي انهارت سيف تبعت هسه انه الـ paragraph هي CS بربتي صار الها border البوردر شو اللي صار قلت له الـ paragraph هاي تاخد border inherent وراثة يعني تتورث من أبوها من أبوها اللي هو الـ box اللي هو الـ section فاخذة التنسيق زي ما هو هل قلت له مثلا بدي هون بدل solid بديها هداش مثلا سيف هيا هيا في عندك بوردر خارجي للـ box وصافي عندك بوردر أيضا الـ paragraph هي هاي الوراثة ليش نروح بعيد تتذكر معلمتك في layout محاضرات الفلكس مش الفلكس الفلوت قلتك في شغلة اسمها box sizing نستطيع نسوي كونية بوكس هي default أو border box نتذكرها مش علمتك أنا ممكن تيجي على الـ HTML وتخطيله هنا عندك box sizing يساوي border box و هون تعمل inherent ماذا يعني inherent انه تتحكيله انه box sizing ستأخذ قيمتها من الـ app قبل شو الريتك شو الـ slide انه الـ HTML هو هل نحكي الـ app الأساسي هو أول واحد فهي يتورف خاصية border box من وين من الـ HTML فالbox sizing وقيمتها border box أتمنى تكون فكرة inherent صارت واضح وإن حابين نعمل مثلا ملخص سريع لفكرة inherent انهارت بكل بساطة side inherent بيرت يعني بكل بساطة مرة ثانية أنه الأطفال أو الطفل مأخذ خصائص الموجودة داخل الأب في هالبساطة تعالي نكمل الفكرة الثانية الـ initial وهاي أسهل واحدة فيهم مكنهم سهلات بكل بساطة فورحنا على أي documentation لأي خاصية في الـ CSS ودكن مثلا disability فالـ disability بكلها خاصية اسمها initial value يعني القيمة الابتدائية بتكون inline فإنت أصلا إذا ما ندد على الـ disability شو القيمة الافترضية بتكون إلها inline طيب لو إجينا هسه مثلا على خاصية ثانية اسمها position شو الـ initial value لها static ومتذكر إني علمتك إياها دائما هاي وكنت تعلم حتى في الـ layout في الـ animation كنت تحكي يكون فيه قيم ثابتة أو قيم أفاً افترضية أو قيم default هي يسموها initial value تعال نطبقها عشان تفهمها برضو مية في المية نتجعل index ونأخذي الـ initial section أو سيكون فيه عندنا class box 2 يعني بداخله سيكون فيه عندي h1 initial وبعدها سيكون فيه عندي paragraph default فاري تعال نطبقها في الـ style شو رأحكيله عندي box 2 بداخله فيه عندنا h1 وأيضا فيه paragraph ما شو رأحكيله وقل له فيه عندك box 2 بداخله فيه عندك h1 وparagraph عقبات الـ style للـ h1 وللـ paragraph هس الـ h1 شو الـ discipline له بلوك صح؟ والـ paragraph شو الـ disability برضو بلوك ونحكيله هسه disability ونحكيله initial سوى جبار هتقولي مش فاهمة اركز بعد المحاضرات الأولى من دورتنا حكيت لك انه يا صديقي العزيز انه الـ h1 هاي h1 and paragraph disability هو لهم شو هو بلوك صح؟ هو الـ default لكن اذا انا قلت له disability وعطيني initial value الخاصة في CSS اللي هي هتصير عبارة عن شو inline صح؟ initial inline اتمنى تكون صارت بعض طيب الـ color الـ color وحكيت له initial هو الـ default له اسود initial بكل بساطة هي بتسترد initial value الخاصة للـ properties ونسوي documentation وضيف لك اياها initial value هي عبارة عن default value نرجع لموضوعنا الموضوع التابع وهو unset ما هو unset بكل بساطة probability can be inherent if it's inheritable بيقول لك اول اشي انه اي خاصية ممكن تعملها ويراث استخدمت الـ unset لكن في شرط معين انها تكون inheritable اش يعني inheritable هس راح نرفتل معنا شوية if it's not inheritable it's become the initial value يعني بيقول لك اذا ما كانتش انهرتبال هتروح قيمتها للـ initial value اكيد تحكي لي انتش يعني انهرتبال واش يعني ما كانت انهرتبال كمثال هنستخدم الفونت size وعطيها unset الفونت size رحنا على الـ documentation خاصة فيها ستلاقي في خاصية اسمها inherited inherited بحكي لك يعني قابلة للوراثة وفي الحالة هاي هتورث من الاب فالـ unset هون حكيت unset وهي اصلا inherited تقبل الوراثة فساعتها هتوخذ من الاب حي قلنا لك هون inherit يعني هتعمل الوراثة inset ما انسسه تعمل هتعمل الوراثة طب لو قلت له border inset بجعل documentation بلاقي هون انهرتبال ما بتقبل الوراثة ساعتها unset اذا قلنا لك هي ما بتقبل الوراثة شو رح يعطينا ساعتها initial value وكل بساطة تركز معي موضوع جدا بسيط وسهل الـ unset بتقول لك اذا الـ properties هاي او الخاصية هاي تسمح في الوراثة بتشتغل ساعتها الوراثة وبتوخذ مثلا اللون او الـ size من الاب شو ما كان اما اذا كانت الخاصية هاي لا تسمح بالوراثة ساعة بترجع للـ initial value القيمة الابتدائية وقيمة default اتمنى تكون الفكرة صارت واضح تعال نطبقها مع بعض واني العشكمال هاي العشكمال هاي العشكمال كيلو هنا unset كثير حلو الـ unset و جنيلة صرا section جوة section في عندي class box 3 . H2 كيلو هنا unset لنعمل order list عندي list نحكي له هون مثلا approbably نيني أنسكاكياهم بشكل سريع منهم نعلنة تقل حطلك ياهم في السليدات ما أحكيلك هاناكبر لك هاي شوه A property can be inherited if it's Inheritable يعني property هي ممكن تعملها الوراثة إذا كانت تسمح لك تعمل الوراثة أم إذا كانت غير قابلة الوراثة سأتبت ترجع لإنيشيال فال هاي دوكومنتيشن تتذكر هاي دوكومنتيشن عشان تتذكر برضو بداخل الموكس هاو 3 بدأسوي button button بدأتي type some bit وحكي له مثلا send جميل رح نجعل style بالstyle مباشرة بدنا نعطي بوكس 3 هنسخها بسرعة لأن الموضوع صار سهل يعني مش نوعيش سائف عليك حكيت له أنه في عندك color red الcolor هي red البردر two pixel dash blue ممكن أحكي لهون ثاني مثلا variable شكونا أوضح margin left 20 بيكسل يعني انتبهت هون كيف الصندوق زاه 20 بيكسل font size 30 بيكسل الصوت كله هون 30 بيكسل طيب أكيد منتبه أن الorder list مش جاية مع البوردر رأي يطلع لبرة وحنعرف مسا كيف حل المشكلة هاي خليك معك وهون حيساعدنا في حل المشكلة هاي هييني unset وقل له أول إشي بوكس ثري بيكس داخلها edge two edge two هاي تريد أعطيها بوردر unset بالمناسبة تذكي شو حكيت لك عن البوردر ما في بوراثة صح فيعطيك initial value تقول لي مش مصدق أنا ونبتع تيجي على البوردر بوردر css الموضوع مش حفظ هو بيصير مع التجربة وبناء المشاريع بيصير أمور عندك سهلة مثلا نزلنا تحت آخر نشوف documentation inherent no ما بتقبل الوراثة سعيد تحتوح initial value واضحت فهساساتنا أن القيمة عبارة عن initial value initial value أيضا نرجع للتصميم بدأ أطبق color هل ال color فيها وراثة هي unset كنا عارفين ال color تتورث شو بحكيله انهرد هتكون هان خلطيك أكثر من case عشان تركز الموضوع يكون سهبة نسبة لك لو حكيت له هسه هنا margin margin مثلا left في ال H2 هي unset نحكي السحن قد عن unset وحكيت له unset شو رح يصير سعيد هل صار إشي أول إشي margin هي بتقبل وراثة ولا لا عشان نجاب على سؤالي شو بتسوي دائما search نكتب هنا margin CSS موزلة انزل 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 انهرد نو ما بتقبل الوراثة ما عاد حتكون initial value initial value zero 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 شو بطلع هون عندي zero هوا اللي صار هاي zero ما تغيير شو لكن أقول له أنا بدي إياها انهرد تتورث يعني أدى تجبعه ساعتها حيتورث كوني margin 20 pixel شو تكير وهم عنا قاعدة قاعدة شو بتحكي لك إذا استخدمت ال unset هتكون النتيجة معاك هي إيش initial initial وليحنا تكون zero أما إذا انت استخدمت كلمة inherent فالنتيجة رح تكون معاك 20 fix ورفتها من هون خليها onset أتمنى تكون أمور سهلة وبسيطة مش فيها أي تعقيد طب فيه بروتز أخرى ننطبق اسمها all boxing 3 يدخل في button لانشاناها الكبس يدخل هنا إنه width رح تكون 100 والheight رح تكون 100 الشاك يصبح حجم الكبس والفونت size يدخل unset حسنا unset ما معناتها هل الفونت size تقبل وراثة المفروض A ساعتها ستكون 30 30 30 ساعة 30 لأنه قبلت الوراثة ليس إنش البال ممكن تحكي شو هون 30 بيكسل هكا أمورنا تبعا في خاصية اسمها all all هي معناتها كل البروبيتز المفروض تقبل وراثة لا أرجع عليها لنش الفونت size تقبل وراثة فخلاها 30 وضحت يعني فونت size ما تغيير ظلت زي ما هي 30 إذا لم تصدقني right click inspect دعونا نكبر شوي من المتصفح أيها هيا button هيا صلى فونت size 30 بيكسل هيا طب unset تغيير إشي نعمل refresh عشان تحس الموضوع علاق هاي وقف الفونت size ما اختلف لأنه أصلا بعمل وراثة أتمنى تكوني الفكرة start وار حتى البوردر الخارجي مش كافي بوردر صح البوردر بعمل وراثة ولا بعمل initial بعمل initial بطى في بوردر بطى في بوردر أتمنى تكوني الأمور start وار آخر إشي نسوي مع بعض وهو شفت هون order list شايف كيف طائعين بر البوردر ليه لأنه في الهند سيليكت وشو حكيت البادق والmargin سيرو يطبق كل المشروع لكن في كلمة جديدة اسمها reverse وكثير حلو هاي بكل بساطة بتعمل لك criteria style user agent إشي هو user agent أو إشي أمل right click أمل inspect كبرت لياها تعال نقرأ مثلا مثلا هاي style عامله user agent هل أنت بتعطي بلوك لأ تلقائية تنضغ هي هاي user agent بكل بساطة style تنكتب تلقائية مش أنت بتكتبها مش style تتسويها لا user agent هاي section ما عطيه بلوك ما حكيت أصلا section disability بلوك مثلا paragraph ومثلا خلني حكي H1 H2 إذا عطيتهم style يظلوا على user agent اللي هو العدادات different خلني 3 في داخله عندي order list رحكي شفت المارجن ما لها رجع لي إياها لعدادات user agent reverse set المارجن عدادات user هي 30 من فوق و30 من تحت write click inspect وخلني نصغيرها شوي شاك تكون أمور سهلة نكبرها شوي نزلط معنا هاي نكبرها شوي يس المارجن هون لمن من order list order list 30 من فوق و30 من تحت وضحت طب ما حلت مشكلة الابتعاد هم يستخدم البادنك وشو تبهي الأصدر إنه صديقي العزيز اللي صار كالآتب إنه لما استخدمت الـ reverse الـ universal lector ارتغل صح خلص صار الorder list رجعناها للعدادات الخاصة بالuser agent هنا إذا حكيت له padding وحكيت له reverse وضع لبادنك 40 من left و right يفكر بكل بساطة إنه reverse ترجع العددات للـ user agent هي different ليس initial value هي بكل بساطة الـ user ما قبل التعديل ما قبل التعديل طب دقيقة شوي لو إجينا على universal lector نجينا على style ونطلعنا وين الـ universal lector بشكل عام الصفحة وقف padding وقف margin ونرجع على order list وين الـ order list هاي order list هال الـ هيتغيط 30 40 فهي أصلا user agent وركز معي ما قلت الكاش initial margin 00 لكن عندما عملوا framework أو عملوا order list حقوا إنه من فوقه تحت 30 وبادئ كلها 40 left right وصلت بساطة بساطة user agent بالمناسبة أكيد اسمعت على الشغلة اسمها bootstrap وهي بكل بساطة عبارة عن framework هاي framework الـ style فيه جاهزة تصاميم فيه جاهزة وانت بتستخدمه فانت ممكن تستخدم bootstrap وتستخدم كلمة reverse وترجع للعدادات الخاصة في bootstrap يعني مثل انتخذ style bootstrap وعدال التعليق وهب ترجع للعدادات الأولية اللي بنادت هال framework هاي وتستخدم reverse بالمناسبة bootstrap برضو رح نشرح إن شاء الله على القناة وهي مش كبيرة يمكن خلصها 40 درس أو 50 درس بإذن الله والموضوع جدا بسيط وسهل مش صعب أتمنى إنه تكون الأمور صارت واوحة وبسيطة بهذا نحن خلصنا محاضرة global value اتعلمنا فيها عدة مصطلحات الوراثة initial وتعلمنا onset وتعلمنا all ركز لي عليها هاي all properties وأيضا اتعلمنا الريبيرت وإذا بصرت معنا لنهاية المحاضرة لا تستحطينا لايك والتعليق وتدعمنا بمشاكة المحتوى مع زملائك وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة اللي رح تكون كثير مميزة علمك كيف تختصر الكود وتكتب الكود بشكل سريع ويعطيكم العافية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر